السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنتحر مرتكب لكبير ويستحق نار لكنه ليس كافرا ده اتفاق أهل السنة والجماعة ورأي الأئمة الأربعة استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء وطبعا الانتحار يدخل في قوله ما دون ذلك وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل انتحر وقال اللهم وليديه فاغفر الحديث إن رجل كان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده أطع إيديه وانتحر ومات وشفوه أصحابه في المنام وهو في الجنة فقيل له كيف دخلت الجنة قال بهجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لقوا إيديه مقطوعة وربنا قال له لن نصلح فيك ما أفسدته من نفسك فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه هذه الرؤية رفع يديه وقال اللهم وليديه فاغفر أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنتحر أنه في النار خالدا مخلدا فيها فقالوا أن ذلك على الذي استحل قتل نفسها طيب هو إحنا لما نقول أن المنتحر مش كافر كده منشجع الانتحر لا طبعا لأن ربنا هو اللي قال أنه هو مش كافر والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال مش كافر فهل الشرع بيشجع الانتحر ثم إحنا نفينا عنه الكفر ما نفينا عنه الزنب وأنه مستحق الكبيرة وممكن يقعد ملايين السنين في النار إحنا بنحاول نوصل للعلم الصحيح اللي قاله الأئمة بس كده